موسيقى ديالهم كمتقاعدين أمضوا حياة طويلة في خدمة سكون داربدا على مستوى النقل الحضاري عبر الحافلات كانوا دائما يحتاجون على مجلس المدينة في خلال النسخة السابقة ودائما يقول لهم أن مجلس المدينة يده قصيرة في هذا الملف أن الملف كله عند مؤسسة التعاون ورئيس مجلس المدينة ليس هو رئيس مجلس التعاون الأمر الآن تغير كثيرا أصبحت عمدة داربدا نبيلا رميلي هي نفسها رئيسة مجلس مدينة الداربدا ورئيسة مؤسسة التعاون من أجل مناقشة القضية نصدف سيم محمد خبيريق متقاعد كثير من المتقاعدين حافلات النقل الحضاري مدينة الداربدا سيم محمد مرحبا بك شكرا جزيلا على الاستضافة سيم محمد كما قلت في التخديم ديالي الآن عمدة داربدا رئيسة مجلس مدينة الداربدا وكذا رئيسة مؤسسة التعاون وش فتحته؟ شنقاش حول المطلب ديالك الأساسي وهو مجانية رقوف حافلات أرضا تماما سيم مدينة ومن المجلس الحالي كنا ندير عدد ديال المرسلات مؤخرا استقبلونا استقبلاتنا السيدة مريم مولهان باسم العمدة هي نائبة العمدة مسؤولة على الشؤون الاجتماعية استقبلاتنا في المكتب وطرحنا للمشكلة ديالنا اللي هو وقائي بدت عكس المجلس السابق اللي ما معمور استقبلنا هذا هو الأقل لهم مفتحوا النق الباب على مصر عايه وطرحنا للمشكلة ديالنا وما نعانيه يعني وفهموا الوضعية ديالنا وبأمر دي السيدة العمدة استقبلونا على كل حال وعطيناهم الأوراق المسائل القانون الأساسي اللي كيخولنا الركوب اللي فيه المونت مني وستين الموقع كما أقولها دائما من طرف الوزير الأول الآن داك في السبعينات اللي كيخولنا الركوب بالمجان نحن والأبناء ديالنا والأراميل وحتى داو الحقوق وخادوا من عندنا الميل في كل حال وعطونا وعد هذه تقريبا ما يفوق خمس طاعة اليوم على أنه غير في حومان باب الحوار لازلنا ننتظر هم اللي غادي يطلبوا الحوار ونحن اللي غادي يطلبوا الحوار لا إحنا فعلا طرحنا مجرد قال لك لنتظرنا وخادوا لنا أرقام الهاتف ووقعنا لواحد محضر ديال الاجتماع وقال لك ودي غادي تنتظرنا لها غادي نشو مع السيدها أشن الاتفاق اللي كان أشن الاتفاق اللي كان أشن الاتفاق اللي كان ودونا على البطاقات الركوب المجانية لأقلة ولا أكثر هما كانوا في الزبط من الشاكين وإكا نحن ندبك نكتفوه بطاقات الركوب المجانية لما يتعرض له المتقاعد والأرمالة للوحد الأداة ديال الاستفزازات داخل الحافية ولكن إلا سيخبارك مجلس مدينة ضابدك ما عندوش الحكم على حافلات النقل الحضار لأن هذا النقل القطع ولا تابع المؤسسة التعاون يعني المفروض أن الرئيسة هي اللي تقلس معكم ولا تفوض لواحد من نواب دياله في مؤسسة التعاون ماشي اللي نائبة دياله في المجلس المدينة تماما أستاذ نحن ندبه هذه المسألة فاهمين على أنك كنا نشيو عند السيد الوالي أوم يوم ونأمر تقول قدي شو معها مجلس تعاون المكون من 18 الجماعة مني كانت أنا داك آآ إيمان صابر يالي كانت ودنا واحد عدل المرسلات ومجاوباتناش تسنينا كنا إيمان صابر كنت يا رئيس مجلس كانت رئيس مجلس التعاون ما بين الجماعات ونتظرنا بما فيه الكفاية ما قلنا نتحركوا قلنا ربما نتسننا وتدوز هالانتخابات وتكون مجلس أخر ربما يفتح باب الحوار معنا هنا فعلا كالأمر كذلك دلنا مرسلات ومتعطلات تسخلوا واحد المدة دي الشر فعلا استقبلونا ونقسم معه دول لا الله ما نقسم معنا المهم ولكن لازمنا ننتظر وما زال متقاعد يتعرض الوحدة دا دي التأسفة نطلع الحفلة دائما يبتزوه يخلص خمسة وثلاثين درهم وإلى المتانع يدون المراكز الأمل ويفتحوه معه تحقيق يعني يعني والإنسان ذاك المتقاعد كعيش واحد واحد الحالة نفسية صعيبة ومحبتوش تفتحوه أنتم نقاش مباشرة مع إدارة شركة آلزا تماما أستاذ آلزا أنا شخصيا تتصب بالسيد المدير ومن يعني ينوب عنه بمدير البشرية يقول يودي يشوف بينه وبينكم ما بينه وبينكم وانتم احنا الاتفاقية لدانت ما بين آلزا ومجلس المدينة أنتم المتقاعدين غير مدماجين ما فهمتش يعني خلال مراجعة للعقد تماما أستاذ ما فهمتش أنا كيف يجتم هذا العقد تدبير المفوض وما كانوا حاضرين الفرقة للجماعيين وما أدروا وهذا احتاج التدبير المفوض اللي يدخل فيه ما يفوق الميت صفحة اللي توقعت أنا أزيم بأنه هاد الناس مقروش وما شافوش كل ريقين ما عندوش وقت يعني بجرة قال وقع ليه وما شافوش لأنه أي قطاع كيتفوت في هذه تعليمات سامية أي قطاع كيبقى الإنسان المتقاعد يستفيد في واحد عدد المؤسسات مثلا سيق الحادية مثلا الطيران واحد عدد خدمة شمعات لماذا لحنا مثلا خلاصة بالمثال أقادير تأي فيها أرزا المتقاعد يستفيد مدينة آسفيف فيها شركة إسبانية يعني كل نموذج غير في مدينة المغربية المتقاعدة مدينة آسفيف فيها الشركة إسبانية تسيق القطاع المتقاعد يستفيد مدينة آقادير فيها المتقاعدة يستفيدون نحن اللي تقسينا لستوا أدري بغير نعرفو كيفاش هاد النس هاد سوق كيفية تمت ولي من تمت وشخون وغرائها وإحنا كمتقاعدين حقنا فينا وإحنا من هاد قدمنا خدمات جيل هاد البلاد يعني في مناسبات وعلى عدد مناسبة أوطانية ودينية وريالية وفي اللي خلق بزرة قلام يقسيونها وعلى هكذا سيحمد الناس كيتعونوا مع المتقاعد لكننا كان نتظر واحد نرتاح وشيء أنا ما هو ناخد واحد البيت على الأقل تثبيت الهوية ديالي يعني ما هديش يقل تثبيت الهوية على أني خدمت 40 سنة فهد قد أفتخروا به قدمت خدمات جيل هالوطن وأفتخروا به ولكن هاد الناس ما اعتبرون هاش أنا ما يمكنش والحمد لله احنا في دولة المؤسسة دولة الحقق القانون التعليم الدارسة يقول لهم يفتح الحوار مع المواطن صلط المواطن خرجوا عدل المواطن عدوا حقوق وهذه النصرات ضربوا هاتش كله عرض الحائط والتعليمات ترى ما تسوقوا هاش بهذا تصعي العبار متفائلين من الحوار مع العمدة الداربي وفتح القنوات اعتصال معه ولأنا غير بقاء غير الحوار من اجل الحوار نتمنى خير احنا لاحظنا في هاد الناس بانه ما فتح القنوات بالحوار ولكن سريع لانه والناس ينتظرون المتقاعدين والارامين ولا اتكلب تقريبين عندي واحد ما يفوق 420 توقيع دي المتقاعدين انوبع المتقاعد دي المدينة الدار البيضاء احنا ما بقنا نتخلف 420 متقاعد اللي ما عندوش بطاقة مجانية لا لي عندي توقيعات يفوت العدد ربما واحد الالفين واكتر من هذا والله عادي ما يحز في النفس عنه واحد العدد النفس توفاهم والدو عمد الغم دي المدين دي المدين ويدوش البطاقة خدم 30 و40 سنة ويجي في 4-7 ماء ويدو تام ويجي الحافيلة وهاد الناس هادو بس اللي هم في مركز القرار مثلا هاد اللي كان هاد العمداء ومن يانوب وكانوا بعض أشخاص اللي كانوا بحالي في هذا المزلس كانوا المزلس السابق كانوا كرغم عنها في الحافيلة كنا كنا ندينوا الحافيل أمنوا لهم الركب للكلية للطريق الجديدة ولا المحمدية ولا بن مسيك ولا عين شك وكي عارفونا حق المعريفة وعارفو ما عانينا ومقاسينا ومعتبروا ناش وما لا كي يبقى فيك الحال ربما لا تهم لي بطاقس يمكن أن الولا تكبروا نركب الطويس أمار ربما لكي عطبي أو يدي شغر قد لم يتي لدفعها أو يدي التحالي وكذا وش ركب متقاعد في حافيل هزة 78 واحد فكي المشكل فكي المشكل علش اردنعش هذا اعتبار على المتقاعد الأجنابي كيف كيف يعمل هذا كيف الرفاية وعندوا عدد انتيازات وحنا هادو شركة اسبانية اللي هي دخيلة علينا تجي من من مرة وتسير القطاع ويساعدوا هاد الناس باش تحيد لنا حقنا احنا ويعطوا لهم وخدوا واحد عدد دي الأموال أموال طايلة باش يدبروا القطاع وحنا يحيدون لنا حقنا احنا ماشي اذا ما متشبتين الآن احنا متشبتين تعتبروا أنا أرد كيعطيني القانون اعطيني واحد القانون الأساسي كيطعن في هاد وحيد وحيد لها بطاقة اهنا دك عندها أسلوب خر لبعض قاعدين تقولوا بأن احنا ايتام ديال شركة ألزا يعني ما متتتمش بنا متت يعطون لش الأولوية في هاد مسائل الشيماعية وش تتفق مع أكتر من هاد اوستاد ده هاد ألزا هي اشدت هذا المركز مثلا جاءت القاتل المراكيز مثلا المعاريف بالمسيك البرونوسي يعني مراكيز يعني وحد وحد وخقات إدارة مجهزة ودخلت كما يقال بيليكي وخد واحد عدد الانتيازات وحنا دبا كانت عندنا وحد المقاعدين في المعاريف ومقاعد بالمسيك كنا هاد يدخل يشرب هايوية باصل اخوان منعونا احنا دبا البطاقاعد غير مرغوفي ما تطلعش الادارة وما تدخلش قعبتات الادارة والادارة هايوية 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 تصير مفواد واحد مده هايوية وغير يبقى المسيك ترجع لما كانت عليه في السابق وكلما الناس يخرجوا بكريد يبقوا ياخذوا البطاق ويقوموا أولاد ديالهم اللي تحت الكافالة اللي تحت نزح دون حق نعيش بأي بأي حق وكيف قبل من الآزاء تشارك النقل مدينة بيوسك هايوية دبا الاتفاق اللي دارت انا دا 2004 ما بين نقل المدينة ومجلس المدينة في الاتفاق يسمح المتقاعد باش يحصل على البطاقة ويستف بواحد عدد الخدمات ما فيها مراكز طياب في الكونطرة الجديدة ما كينهاش دارت كانوا بداغوا يصابوا البطاق كان بعد الخلط ولكن كانوا ناس كيتلعوق كيف بدل بيت طاقة ديال الوكال المستقيل النقل الحضري وما كينقاش مضايق صراح مكينقاش وكيف يبقى الانسان كيركب بحرية كيف قمعد مناوش بين الفين ولكن كيف يستفت عكس هاي الناس تعليمات يقول لي اخويا انت بعدك بطاقة نزل اولا يجب خلص خمسة ثلاثة درم والله يحز النفس وهم انك تصل باشي ارمال ولا اش راج الموسين ودقول يامدر اخويا محمد في مصل في البطائق راح هانينا قاتل هذه خمسين في مئة للأزر والأزر الهزيل ورح الوباء مبوريش نديرو احتجاز ما احنا متقاعدين وسانا متقاعدين احتجيت او جبت الارمال او الامن انا احتج امام مجلس المدين وما عند مشكل وشيخ ازر دي رتابة انا احتج ونقال نعس الشارع احنا مبقى نحن الحمد الله فتح لباب الحوار وعار ولكن هذه الناس متسوقونا ولازلنا نعاني واحد العداد نفسك المتضررين واشا مأسات بأسات صراحة يا شكرا محمد خبيريخ متتبعي قناة الفاتس الى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة